استطاع الجيش الفلبيني دحر فرع تنظيم داعش في مراوي جنوبية البلاد وانتهاء المعركة ضد المتشددين الذين استولوا على بعض أجزاء المدينة يأتي بتحريرها وفق خطة أمنية يشرحها لنا الكولونيل روميو براونر نائب قائد قطاع العمليات في مراوي تستند حكومة الفلبين والسلطات المحلية والعسكرية في مراوي في محاربتها للمتطرفين خطة مكتملة الجوانب ويرعب فيها دور علماء الدين دورا بارزا في نشر المفهوم الصحيح للإسلام ومحاربات تطرف كما تعتمد الحكومة على خطط تنموية وبرامج لإعادة إعمار المدينة الجيش الفلبيني يقف إلى جانب جهود الحكومة المركزية لمحاربة العنف والإرهاب وتتمثل هذه الخطة بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لمحاربة هذا الفكر المتشدد وأولهم علماء الدين حيث نعتبرهم الجبهة الأمامية لمحاربة الإرهاب ومما أن لديهم تواصل واحتكاك مباشر مع جميع أطياف المجتمع المسلم هم المسؤولون في إرشاد أبنائهم وأعتقد أيضا أن لدى العلماء وخطباء المساجد وأسادثة الجامعات دور كبير في محاربة التطرف والتشدد أما ما يتعلق بإعادة تأهيل المدينة وعودة النازحين فأعتقد أن هذه الخطة تجري على قدم وساخ وقوات الجيش تشرف على هذه العملية والتي تتمثل بمساعدة فريق العمل الذي يعمل في إعادة بناء الجيش وأيضا قمنا بنقل وحدة المهندسين للجيش إلى مدينة ماراوي لإعادة ترميم الشبكة الكهربائية وما زلنا نلعب دورا في تقديم مساعدات اجتماعية وإنسانية للمتضررين إضافة إلى مهمتنا الرئيسية والتي تتضمن ضبط الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع المتشددين لتجنيد أعضاء جدد لدينا برنامج سميناه جولة طبق ويتضمن هذا البرنامج إعادة تأهيل الأطفال الصغار الذين تأثروا بفعل الأعمال الوحشية مثل أولئك الذين فقدوا ذويهم خلال الحرب يتمثل هذا البرنامج بتنظيم رحلة لأطفال ماراوي وتجوالهم في مدينة مانيلا ليأخذوا فكرة عن الحياة بدون إرهاب والهدف هو أن يقود مجتمعهم إلى بر الأمان بعد عودتهم من مانيلا تجوالهم من مجتمعهم إلى برنامج ترجمة نانسي قنقر